طيب أنا عايز أستفيد ناحية الشمالي على مكان حسين وحسين هو اللي يدخل إنسايت طيب إيه بقى التفكير اللي أول مرة أعتقد الناس هتسمعوا النهاردة بيفكر إزاي مارسي الكولر في استخدام التلاتة لعيبة في استخدام التلاتة لعيبة نعم مين حسين الشحات بيرسي تاو وريدا سلي التلاتة ومع بعض في الملعب مع مهاجم مع مهاجم آه لا أقول لي بقى إزاي الأهل بيعتمد على أربعة تلاتة تلاتة ونعرض الشكل برضو على البوردة أو تعالى خليك معايا على البوردة أفضل أربعة تلاتة تلاتة بوجود اتنين لعيبة مركز تمانية ولعيب مركز ستة في لعيبة خلاص شبها حجزت أماكنها إلا لو جد جديد بنتكلم على العلم علولو محمد هاني ياسر إبراهيم محمد عب منه ومروان عطيه فصة منتهية هنا إمام عشور وهنجيله بعد شوية إمام عشور لعيب مركز تمانية إلين حد شمال عشان نعمل أدوار بتاعت حمد فتحي هنا بنتكلم على إنه ده الريدس لي مش بيرثي تو زي ما كان بيلعب هنا بيرثي تو هنا حسين الشحر أربعة واحد أربعة واحد لا هيلعب باربعة تلاتة تلاتة بس شكل مقارب مع الاختلاف للدور اللي بيعمله أحمد زيزو مع منتخب مصر مع روي فيتوريا بلعب بلعيب مركز تمانية بل بالعكس هيكون أكتر فاعلية لأنه اللعيب اللي بيلعب بلعيب مركز ثمانية ناحية اليمين محتاج أن رجلي الشمال هي اللي تبقى جوه الملعب اللي هو بيرسي تاو فلعيب هيقدر يعمل الأدوار دي برقم واحد الراجل ده حاجة بنسميه في الكرة ريدا سليم يعني إيه لين وينجر؟ يعني هو مش بيرسي تاو بيرسي تاو راجل دايما الناس بتفرج عليه إزاي لما موجود هنا دايما بيدخل جوه الملعب بشير رجلي الشمال تبقى جوه الملعب فده اسمه إنسايد وينجر اللي عيب بيدخل جوه الملعب عشان يعمل عملية صناعة اللعب أو يعمل بنتريشن جوه الثمانتاشر ريدا سليم مختلف تماما ريدا سليم لاين وينجر بيتواجد هنا أنا عايز أخش معاك فرح قولي يلا بينا بمينك إنتا ديت المثل في منتخب مصر في منتخب مصر زيزو لما بيلعب تمانية هو بيخش مكان محمد صلاح ومحمد صلاح بيخش إنسايد صحيح كده بيبقى زيزو هو اللي على اليمين ومحمد صلاح جوه صحيح بيرسي تاو هنا هيبقى هو اللي على اليمين وريدا سليم هو اللي جوه ولا كان من الأحصل أصلا تبدأ بطريقتك دي أو بالليتر بيوده لا ريدا هو اللي فوق بنافهم بس هنا ريدا بمفتوض يخش جوه لا عشان كده قلتلك مشابهة مش زياب الظبط أيوة منتخب مصر أنا شرحتها لك إنه صلاح بيخش جوه وزيزو الثماني هو اللي بيت الأدوار أنا اقتلك مشابهة توظيف لعيب جناح إنه يلعب مركز ثماني مش نفس الأدوار تمام ليه؟ محمد صلاح هو العيب دايما بيشتغل جوه ده الفرق بيرسي تاو العيب دايما بيشتغل جوه طب إيه بقى المشكلة؟ زيزو في عز تقلقه مع نادي الزمالك كان بيشتغل لاين وينجر هو العيب أيمن بيتواجد هنا مميز جدا في العرضيات صح هنا ده دور ريدا سليم إنه يتواجد هنا هو راجل مميز وقولك إيه لي أنقص النادي الأهلي عشان الخطة دي تبقى نكحة بكفاءة بتتكلم هنا على الراجل اللي موجود ناحية اليمين ده هو ريدا سليم ليه لاين وينجر لأن الراجل ده مسؤول على إنه يوصل هنا للإند لاين عشان يتواجد هنا ويفتح الملعب يعمل عكس تماما حسين الشحاية اللي بيلعب هنا وبيتواجد في المنطقة دي لأن الظهير ده علي معلول بيطلع هنا يفتح الخط فهنا هنا الباك ده بيفتح هاني مش يواطلوب منه أنه يروح للإند لاين هاني يتواجد هنا وأوقات كتير كان الراجل بيوظف أنه بيخلي يدخل إن سايد عشان يحمي بيرسي تاو فهتلاقي هاني بيعمل نفس الأدوار مش يطرق عليه جديد بس مش يوصل للإند لاين هتلاقي هاني دايما بيقف هنا طيب ريدا سليم لما يفتح هنا ده الظهير الأيصر بتاع الفريق فبيعمل ستريتشنج للملعب هو مش عايز أنه هو يدخل إن سايد هو هيفتح الملعب مين اللعب مركز ساماني لا يخش يكمل يعمل البريتريشن هنا يدخل إن سايد فهيعمل نفس الأدوار اللي كان بيعملها يعمل بريجليش مال جوا الملعب أنه يبقى بلاي ميكر فهتواجد في المنطقة دي مع وجود حسين الشحات الراجل لما بيجي يغير ما بيغيرش تفكيره بالكامل الراجل بيغير جزئيات في التفكير عشان يستخدم كل اللاعبية عشان أعمل جبهة هنا فيها محمد هاني بيرسي تاو ريدا سليم النحية التانية يبقى موجود فيها علي معلول حسين الشحات وإمام عشور دور إمام عشور كمان مهم جدا إنه لما هيفتح حسين الشحات عشان يدخل بلاي ميكر اللي شرحناها طول الموسم أو القناة اللي بيخلقها دايما علشان يحصل البريتريشن إمام عشور هو اللي يدخل يعمل هنا فأنا هنا لعيب مركز ثمانية بيعمل بريتريشن في المنطقة دي لعيب مركز ثمانية مع أدوار مغايرة لما دايماً تاو هيبقى زي هتلاقي إمام عشور واقف هنا في المنطقة دي فأنا إزاي يستخدم التلاتة هستخدم الاستخدام الأمسل لريدا سليم والاين وينجر إنه يفتح الخط تماماً عشان يعمل ستريتشن فإجبار اللاعب ده هيطلع معاه هنا إجباري مش بمزاجه فهتتفتح هنا للشانل ويبتري اللاعبة دي تنزل هنا فيفضي هنا فيبتري يشتغل هنا بيرسي تاو أو يفضل اللاعب ده قافل هنا في العمق بتاع المرعة فيبتري الرجل يشتغل إنسايد وينجر استخدام الثلاسي بالشكل ده مهم جداً 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 عشان يستخدم التلاتة لعيبة استخدام بيرسي تاو كلعيب مركز ثمانية أدواره الهجومية هيحميه مروان عطية وهيحميه الوركريت الممتاز بتاع إمام عشور لأنه مليون في الماء الرجل هيستخدمه بنفس الأدوار واللي خلاه يختار إمام وعنده بيريوريتي قبل أي حد بما فيهم محمد ريدا بوبوريناس كان بتتكلم عليه هو الوركريت في الحالة الدفاعية اللي بيعملوا أمام اللي كان بيعملوا حمد فتحي أخيراً ده كله السنة دي ريدا سليم عمل من الناحية اليمين تسعة واربعين جول من إجمالي في تاريخه من تسعة واربعين جول من إجمالي 58 مساهمة يعني تسعة واربعين جول سواء تسجيل أو صناعة كلهم من ناحية اليمين بتتكلم عن أكتر من 80% من الأهداف اللي عملها من ناحية اليمين استخدام الكروسز هو أكتر لعيب صنع أهداف من كروسز سبتة أو متحركة في الدور المغربي بالكامل ريدا سليم علي معلول علشان خطر الخطة دي محدش يقدر يقف قدامها محتاجة حاجة واحدة مهاجم رأس حربة طبع الأهل ينقصوا فقط رأس حربة وزي ما بيفكر كله كلاسيكي لو هو عايز رأس حربة متحرك عنده كهرباء وعنده محمد شريف هو عايز رأس حربة كلاسيكي وماشي هيدخل المركاته اللي مركاته مش هيقفل من غير رأس حربة الهدف القادم بعد ريدا سليم هو مهاجم مليون في المية علشان يترجم كل الشغل بتاع الراجل ده الجديد والشغل بتاع علي معلول هو محتاجة طبعا رأس حربة شفت الغنى شفته شفت يا بشا أنا حافظ أصلي انت عافل لو كان وقيا دلوقتي وتقولي تحسب بعد الكلام الحلو ده عشان كان لسه هيوع دلوقتي